وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود دعني في الصورة وانقل لي الأجواء والاحتفالات في هذا المهرجان نعم بعد التحية يعني الحقيقة أجواء كلها مبهجة وأجواء مليئة بالفرحة والحماس لدى الزائرين المتواجدين هنا في مدينة العالمين الجديدة والتي نتابع معهم دائما على مدار الوقت يعني مدى اهتمامهم وحرصهم على حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة هذا المهرجان الذي يعني نقل مدينة العالمين نقلة نوعية سياحية كبيرة من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية التي تقدمها إدارة المهرجان لما يقرب من مليون زائر خلال فعاليات المهرجان التي ستستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم هذا الممشى السياحي الآن هو واحد من المناطق التي ستشهد عدد كبير من الفعاليات ومن خلف المكان الذي يتم تجهيزه الآن لاستقبال حفل الفنان تامر حسني في 21 يوليو الجاري نرى الآن عدد كبير من الأسر من الأطفال الذين يتجولون في هذا الممشى يستمطعون بجمال الهواء الطلق لمدينة العالمين وحالة التقص الجيدة الجميلة مع شواطئ مدينة العالمين الجميلة والأبراج أيضا من خلف كلها مناظر وأجواء من البهجة والفرحة ربما عندما نتحدث مع الزائرين المتواجدين هنا في مدينة العالمين أرائهم تؤكد الانطلاق القوية الأولى لمهرجان العالمين الجديدة والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي والانطلاق القوية والبداية القوية لهذا المهرجان تعود لعدة أسباب وهذه الأسباب رصدناها من خلال أيضا الحديث مع المواطنين والزائرين الذين حضروا هذه الفعاليات ربما يكون السبب الأول هو المكان الذي تم إقامة الفعاليات الأولى الرياضية والفنية للمهرجان وأيضا سيستمتعون خلال الفترة القادمة بالمزيد من الفعاليات الرياضية والفنية وسنتابعها معكم بالتفصيل أشكرك جزيلا شكرا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالم عالمين